موسيقى عبد الرزاق الحمد لله لاعب اللي هو فور مونطالمو بداية الموسم كانت كانت أمور صعيبة عليه بعد الماجئة دي البنزيمة حيضوا له رقم سعود وعطوه حتى أنه في حد لحظة من لحظات الشقيق دياله اللي هو الوكيل وكان يروج أنه يخرج من تحاد جدة ويمشي للفارق الآخر كانت بزاف ديال المقارنات في الإعلام السعودي وحتى الجماهير والقاعدة الجماهرية الكبيرة اللي كان عرفوا ديالفارق تحاد جدة بين بنزيمة والحمد لله أنه لعب علامي ولعب آخر انفيريور عليه كانت هذا المقارنة هدي بزاف وربما أترت في الحظة ملاحظات على الحمد لله ولكن استطع أنه يرجع وليحنا كان أفكر الحمد لله أنه قوي بزاف دهنيا وقع هذا الضغط والهالة اللي رفقت بنزيمة وهذا الشي كامل استطع أنه يرجع وبالأرقام هو أفضل بكثير من الزميل ديالفارق كريم بنزيمة ولو أنهم كيكملوا بعضياتهم ورها بنزيمة البارح وليعطا التمرير الحاسمة الحمد لله أمام مرمى فارغة في مناسبة أخرى الحمد لله احتوى كما يقولوا كيفرش البنزيمة باش يسجل كانوا منافسة بيناتهم ولكن في مزاحة الفارق البنزيمة في الدوري السعودي هذا العام عندنا عنده تسعوت الهداف بخلاف الحمد لله اللي عنده 15 هداف هو في مركز الثالث في جدول ترتيب هدافين في صدارة طبعا كان كريسيرون رونالدو 22 هداف والسيربي نجم الهيلال عنده 19 وجاء من موراهم الحمد لله بخمستاش هداف يعني كتشف نوعية اللاعبين اللي كي نفسهم الحمد لله انتا كتشوف كريسيرون رونالدو وميتروفيتش وكين هو من موراهم وينافي الساوع على الصدارة ديال الهدافين الدوري ينبغي نديرو مقارنة حتى ما بين الحمد لله وميتروفيتش ورونالدو غاديلقوا انه حمد لله سجل ربعة ضربة جزاء فقط في حين ان كريستيانو وأليكسندري وميتروفيتش كل واحد فيهم سجل سبعة ضربة جزاء يعني ارقام الحصانة الاجمالية عندنا نظن انها قوية وكتدعم لعب عبد الرزاق الحمد لله وحتى انه بدوري ابطال اسي مهضرناش عليه رمز السجل ربعة ضربة ضربة اهداف هاد المعطيات كاملة هادية والارقام هادية واش كتنصف عبد الرزاق الحمد لله في الوقت الراهن وكتقرب خطة اخرى من الرجوع المتخد فريق اكيد انا في نظاري مشيغي كتقرب من الرجوع المنتخد بل انها تعطي افضلية الوقت الراهن على يوصف المصيري في الرسمية للمنتخب الوطني لان دائما كنقول ان المنتخب اللي يحكم فيه ولا فوق بيوم ما ولكن حاليا عندنا واحد العامي اللي ممكن لا يرجح كفة الحمد الله هو ان وليد القراقي عنده تعاطف تعاطفي وشخصي مع المصيري مهما كان المستوى دياله وهاتش برهن عليه في عدة مرات في المناسبات فممكن احتاج القدوم دي الحمد الله اذا ما كناش غانعطيه للماغج باش يلعب رسمي في مباريات اللي ياخد فيها حييز كبير ويكون يعني داخل في المنظومة الهجومية كمدل غا تكون ضد حمد الله لان حمد الله حاليا كيلعب في واحد المنظومة الهجومية اللي كتسعطيه تسعين دقيقة بزاف ديال الوضعيات كيكون فيها امام المرمى على عكس المنتخب الوطني اللي اصلا ماشي من الميثات دياله الهجوم او لاطاك بلاسي الميثات المنتخب هو الضغط العالي اللي كيتقنون صيري وهو اللعب لجمات المرتدة الذي لا يتقنها حمد الله فهنا ممكن ان المشكلة يكون تقنية ولكن الاتحقاقية حاليا دياله واضحة فنشوف ان حمد الله المكان دياله الان ممكن انه كيفما قلنا نوضع قبل وصف من صيري يبقى فقط كيفاش غادي التعامل المدرب والدرق داقي مع هذه الحالة وكيفاش غادي يعرف انه يخرج من حمد الله ما يطلبه من صيري ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة